شارك منتدى شباب العالم في فعاليات قمة فوربس الشرق الأوسط تحت سن الثلاثين في نسخاتها الأولى والمنعقدة بمدينة الجونة والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بين الرابع والعشرين والسادس والعشرين من نوفمبر الجاري وبمشاركة فعالة لعدد كبير من رواد الأعمال خلال جلسات القمة شارك مجموعة من الشباب من كوادر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة كمتحدثين وذلك لاستعراض رحلة نجاح منتدى شباب العالم في نسخه الأربعة السابقة وعلى هامش القمة تم توقيع بروتوكول تعاون بين منتدى شباب العالم ومؤسسة فوربس الشرق الأوسط لتكون المؤسسة أحد الشركاء الإعلاميين للنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم